في اول سؤال كده على طول داخل على موضوع اه العدى السرية. اه العدى السرية طبعا للأسف ومشكلة اه اجيال ومشكلة ناس ناس كتير اوي 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 تمام? طبعا اول سبب اول سبب في موضوع العدى السرية ده بيكون للأسف مشاهدة المقاطع الاباحية تمام? فده السبب الرئيسي لان المقاطع الاباحية اصلا او البورنو زي ما ومش عارف ايه والكلام ده كله هدفه رقم واحد الربح 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 ففي ناس قفرة اعوذوا بالله لما يحطوا في بماغهم رقم واحد هدف الفلوس فيعمل اي شيء اي شيء يعمله خلاص بقى فيش حاجة بالنسبة له عندها اسمها ربنا والكلام ده لأ اه عندهم ايه ان انا نعيش الحياة يعني تمام? فطبعا بيعملوا قصص وحاجات مش بتحصل في الواقع والحاجات دي بتضرك تفضل انك انت اه تتفرج وتتخيل وتلاقي نفسك بص وعمرك بيجري وهب طبعا احساس بقى انك بتستحكر نفسك انك بتفضل دايما تخاف انا اخش الجنة ولا النار ولا 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 تمام? طيب انت يعني يعني هو الموضوع بيقولوا علي انه ادمان تمام? لكن الموضوع انت تقدر والله تقدر انك يعني تبطله موصل لك اصل هو عادة او بقى طبع تحاول الموضوع معكل عادة او طبع فانت تقدر تغيره والسبل واضطره كتير جدا هو رقم واحد لازم داي يكون في نيتك ده لازم يكون في نيتك لان ده لو في نيتك ربنا اكيد هيساعدك تمام? رقم اه اتنين على طول اه بعد طبعا ما ده في نيتك لازم انك تدع كتير. النية لازم دايما يصاحبها الدعاء طول ما انت بتصلي يا رب يا رب يا رب يا رب باستمرار. تمام? لان ربنا عز وجل قادر يغير اه حال حضرتك من حال في ثواني. يبقى النية والدعاء. تالت شيء بقى وده مهم جدا موضوع الاسرار. انا ما قلتش الارادة على طول. قلت الاسرار. لان الاسرار اقوى بمراحل من الارادة ومن العزيمة ومن كل شيء. تمام? الاسرار يعني كل ما حس ان انا هقرب من الحاجة دي? لا. انا مش هعمل كده. كل ما حس ان انا هقرب لا مش هعمل كده. ولكن الاسرار بقى بصاحبه موضوع ان انا بحاول اقضي على وقت فراغي. يعني مسلا حالدك مسلا لو بتشتغل وبتتمرر الرياضة. يبقى انت اشتغلت مسلا وذكرت دراستك وتمرنت الرياضة ثم يا ربي رجعت بيتك خلاص بقى حالك زي بقولك ده مهدود. فهتنام. فانت تحاول تقضي على وقت فراغك. تحاول برضو في البيت. اه دايما تقعب مع اهلك والدك والدتك مع اخواتك. ما تسيبش نفسك لوحدك كده. وطبعا اهم شيء طبعا موضوع الصلاة برضو. موضوع الصلاة مهم جدا جدا لان طول ما انت بتصلي فانت هتتكسف من ربنا انك تعمل حاجة زي كده. ومهما برضو مهما برضو يعني كل شوية حصل لك مطباط وبتحاول وبتقع وبتحاول وبتقع. افضل برضو مواظب على الدعاء لان الدعاء ده اهم شيء تمام? واظب على صلاتك واظب انك تشتغلت اه اه تقتل وقت فراغك. تمام? لحد ما ما ربنا عز وجل اه يكرمك. لانك انت لو استمرت على الموضوع ده. ده هيأثر على حياتك بشكل سلبي. مش هيخليك انسان منتج. هيأثر على آآ الحتة الدنيا بينك وبالربنا. وكمان لو تزوجت في المستقبل فده كمان هيأثر. فانت كده بتظلم حد آآ يعني لسه. لسه ما جالكش. تمام? ولو عندك اكيد المجدرة انك تقدر تتزوج فالنبي صلى عليه وسلم قال ما نستطيع عملك والباقة فلا تزوج. فمن كل قلبي ربنا يا ربي آآ يبعد عنك العددية وعن كل الشباب ويا رب بتكون نصيحي يعني افادتك. تمام?